بالعودة إلى ملف سودان وتطورات هناك بالخرطوم الكاتب والبحث السياسي سيد أشرف عبد العزيز سيد أشرف كنا نتحدث عن هذه الجلسات أو الجلسة يعني الآلية الثلاثية التي تم إقامتها لكنها كانت محبطة كثير من الأطراف لم تحضر حرية وتغيير رجال مقاومة وأطراف عديدة أخرى لماذا تعتقد فشلنا هنا وهل ممكننا نرى نجاحا في أي جلسة قادمة الفشل الذي لازم هذه الجلسة بالتأكيد كان هو نتاج لعدم قبول المكون العسكري بالاشتراطات التي كانت وضعتها قوة الحرية والتغيير للدخول في تفاوض مباشر معه وهي متمثلة في إنهاء الحالة الإنقلابية وكذلك إلقاء القرارات الارتدادية التي كان قد اتخذتها لجنة التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة من نظام البشير ومعلوم أنه نتيجة لإلقاء هذه القرارات عادت الأموال مرة أخرى إلى جيوب الإخوان المسلمين وكذلك عادوا إلى العمل في مؤسسات الدولة كل ذلك جعل قوة الحرية والتغيير تقول أنها دون ذلك لن تشارك في هذه المفاوضات وإلا بتحقيق هذه الاشتراطات ولكن في تقديري أيضا ما تم من اللقاء غير رسمي بين قوة الحرية والتغيير وبين المكون العسكري بمنزل السفير السعودي نتيجة الوساطة الأمريكية السعودية هو أيضا بعد خطوة أولى فيما يتعلق بالتفاوض إن لم يكن ما تم في داخل القاعة هو التفاوض فهذا هو التفاوض نفسه قد بدأ في خارج إطارها وبالتأكيد تأجيل الجلسات اليوم هو يشير إلى أن هناك جديد قد ترى فيما يتعلق بهذه المباحثات لكن سيد أشرف هذا التشنج من قبل هذه القوة البعض يقول هو متعلق بالعودة للحكومة ويجاد مناصب جديدة قيادة الدولة البعض يقول حتى بتوجيهات دولية في هذا الإطار هل ممكن أن نرى حل حلة في هذا الموقف أن يكون هناك تعقل ما بين الأطراف في ما يحدث الآن هو بالتأكيد يمكن أن أمسك في النقطة الثانية التي قلتها هناك ضغوط دولية بالفعل لأن كما تعلم أن منطقة السودان هي الآن منطقة جيو استراتيجية باعتبار أن هناك أطمع ونفوذ بشأن البحر الأحمر السعودية مثلا لا ترقب في وجود لروسيا في منطقة البحر الأحمر لأن ذلك يهدد حدودها القربية بل يهدد حدود الخليج أجمع هناك أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية ترى في أن وجود الروسة في البحر الأحمر أيضاً يمكن أن يؤثر عليها بشكل كبير يعني العقدة في الروس الآن سيدة أشرف المجموعات العسكرية تجاه روسيا نعم في الإطار في إطار الجيو استراتيجي نتحدث أن هذه الدول لديها مصالح مرتبطة بالوضع الحالي في السودان وبالتالي هي توقع على الأطراف بدرورة الوصول للاتفاق لأن ما يعنيها هو الاستغرار السياسي والاستغرار الأمني في السودان وبالتالي واضح جداً أن الضغوط الأمريكية كانت أكثر وأشد نحية المكون العسكري من المكون المدني لأنها ترقب في حكومة مدنية كاملة الدسم وإذا نتيجة ذلك كانت الاستجابة من الطرفين إلى الجلوس وبداية النقاش حول أفكار فيما يتعلق بحل الأهدمة وبنسمى تشكيل لنا وهذا في حد ذاته في تجاوز للآلية السلاسية ولكن استدركت الولايات المتحدة والسعودية استدركتها ذلك وقالوا أن دور الآلية السلاسية لن ينتهي وأن الحوار سيتم وفقاً للآلية السلاسية طيب سيدة إشرف أوضاع اقتصادية ضاغطة بالطبع في السودان لكن هذه الأوضاع وتردي الخدمات لم يقنع لا هذه الأطراف من القوى الحرية والتغيير ولا الجانب العسكري ولا المدنيين في إيجاد حلول الجميع متنازع على مسألة السلطة كيف ممكن للمواطن السوداني أن يكون له كلمة يعني في ما يحدث بلا شك يعني ما يحدث الآن هو حوار الفرصة الأخيرة يعني كما تعلم أن البنك الدولي سيراجع ويقيم الأوضاع الحالية في السودان ويصدر غرارات بشأنها في الخامس عشر من هذا الشهر الجاري وفي التاسع والعشرين من هذا الشهر الجاري وهذا يعتبر يعني هذا يعتبر عنقز زجاجة لأن السودان الآن اقتنق نتيجة عدم استيناف الدعم الذي كانت غطعته كثير من الدول فيما يتعلق به نهضة الاقتصاد السوداني وإحفاء السودان من الديون وإذا ينضاف إلى ذلك البنك الدولي وصندوق النهضة الدولي فهذا يعني أن الأمور ستسير بشكل فيه أكثر خطورة على المواطن السوداني وعلى معيشته إذن هناك طرف صالث بالتأكيد كما تفضلت لم يتحدث حتى الآن ولكن أخشى إذا لم يتم التوصل إلى حوار أن ينحاس هذا الطرف إلى المجموعة التي تنادي بعدم الجلوس مع العسكر نهائيا وترفع شعار اللعات السلاس لا مساومة ولا شرعية ولا تفاوض وهذا يعني أن هناك انتفاضة ستكون قد شارفت في السودان وربما أيضا قد تكون هناك حربا أهلية إذن لا بد لهذه الأطراف أن تعي قطورة هذا الموقف وضرورة التوصل لاتفاق في هذا التوقيت من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي سيدة الشرف عبد العزيز شكرا لك